بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وبعد هذا التكرار تقرأ هذه الآيات عدد خمسين مرة وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى